في مناسبة عيد الأم إيش الرسالة الأخيرة اللي بدك تقدميها ولو في دقيقة؟ الرسالة الأخيرة بده أقول لك الأم كوني أم حقيقية كوني محبة حقيقية حب ولادك فرجيهم هيدا المحبة عطيهم حنينك عطيهم محبتك إخلاصك علميهم المبادئ علميهم الفاليوس يلي أنت ربيت عليها علميهم كلمة الراب صلي أنت وياهون هيدا كتير أمر مهم ما تنسي أنك أنت قلب الله على الأرض أنت الأم هي قلب الله على الأرض فخلي هيدا القلب يكون قلب حنون قلب معطاء قلب ما يعرف لا الكلل ولا الملل حتى تنجح بحياتك حتى يقوموا أولادك ويطوبونك أخت إليان يعني الوقتك رح بسرعة ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويستثمر أكتر في حياتك وتكون بركة لكل من حولك شكرا جزيلا وكمان لإلك كل سن وانت سالمي كل عام وانت بخير وربنا يباركك أيضا ولكل الأمهات كل عام وأنتنا بألف خير مكتوب بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق كل اللقالق كل الجوائر كل آلق العالم ما بتسوى فقط يعني الوحد يذكر كلمة ماما عارفين يعني الحنية والمحبة والعطف والحنان والسخاء والعطاء أنا بصلي لكل أم في هذا الوقت اللي محتاجي لأطفال بصلي في اسم الرب يسوع كما أعطى سارة وكما أعطى حنة أم سمئيل وكما أعطى ألي صباط أم يحنة المعمدان خلال هاي السنة الرب يعطيكو سؤل القلب ولكل أم بتحس بالفشل أو عملت خطأ كبير يمكن إجهاد أو يمكن يعني خطيه مش قادرة تغفري الرب غفر لك الرب بحبك واليوم ابتدي بداية جديدة وعلاقة جديدة مع الرب من خلال يسوع المسيح ربنا بحبكو وانتو يعني عنصر مهم جدا في المجتمع ربنا يباركو وانتو في محبتنا وصلواتنا كل عام وانتو بخير وبصلي ان الرب يكون معكو ويباركو ربنا بحبكو اشتركوا في القناة